اصدى الله اصدى الله اصدى اوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة وارزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى استفسار انما شخص يعاني من عصب المعدة كيف ممكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال الطب الحاكوباثي الاجابة اول شي عند الاصابة باي حالة صحية سواء كان مرض او حالة صحية متقلبة او حتى توترات عصبية او ما شبه ذلك كل اي شي يتعلق بصحة من اي جوانب الصحة المثالية الخمسة الجسدية اي الامراض البدانة الارحاق والاخرى العاطفية او النفسية التوترات العصبية وما شبه ذلك والتقالبات المزاجية او الاخرة قلة تركيز والضعف في تركيز والانتاج او الصحة العقلية او الصحة الروحية او الصحة الاجتماعية وكيف ممكن مع هذا الجانب كيف لدور الحاكوباثي وبذلك من الضرورة اول شي رجوع الى اسباب الجذرية لأي اصابة من اي من الحالات في صحة المثالية الخمسة اللي ذكرنا قبل قليل هذا اول شي الاسباب الجذرية يجب يجب علاج الاسباب الجذرية قبل اللجوء الى التطبيق الطب الحاكوباثي لابد فهم ما هي الاسباب الجذرية التي ادت الى الاصابة بذلك او المعاناة بتلك الحالة هذه اول خطوة ومن ثم كيف لدور الحاكوباثي للحد من هذه المشكلة الصحية اثنين ثلاثة وكيف تطبيق الاسليب الصحية والعلاجية للحاكوباثي هذه نقطة ثالثة مهمة جدا ورابع فهم النتائج مترتبة مع تطبيق الحاكوباثي هذه نقطة ايضا مهمة جدا خامسا النظر بان التعامل مع الطب الحاكوباثي تطبيق الحاكوباثي وجميع السليب الصحي والعلاجية للحاكوباثي لا يعامل اي مشكلة صحية كالدواء ان مجرد تاخذ دواء وخلاص وتتوقف الطب الحاكوباثي مدى الحياة وهذا يعني لأي شخص سوى ان كان شخص صحي او غير صحي او شخص قزي ان يعاني من حالة صحية او بدونه حتى شخص الذي يتماتى بصحة شاملة لابد من اجل الحفاظ هناك مقاعدة ذكرنا مرارا للحفاظ على الصحة البثالية كالدورة الحياتية دورة الخلايا الحفاظ على تحسين برمجة الخلايا وهذا شيء معروف وذكرنا فيه مرارا طيب اول شيء بالرجوع الى المعلومات التي من بعض المعلومات تتوفر كثير من معلومات والابعاث العلمية تتعلق بأصب المعادة وهنا نرجع لمقالة علمية نشرتها جمعية القلق والاكتئاب الامريكية فتشير المقالة هل تسألت يوما لماذا تحصل للفراشات في معادتك قبل القيام بشيء مرهق ولماذا تشعر ان معادتك معقودة بعد الجدل هل سبق لك استغرقت وقتا اطول في الحمام دورة المياه عزكم الله وتوقعت ان ذلك لم يكن بسبب اي شيء ان اكلته تعد مشاكل المعدة من اكثر اعراض التوتر والقلق شيوعا اي انتشارا حدد الباحثون وجود صلة قوية بين القناة الحضمية والدماغ هذه نقطة مهمة جدا مثل الدماغ القناة الحضمية مليئة بالاعصاب يحتوي على اكبر منطقة من الاعصاب خارج الدماغ مع الجهاز الحضمي والدماغ يتشارك العديد من نفس الوصلات العصبية سواء كان حدثا منفردا محطما للاعصاب او قلقا وتوترا مزمنين بمرور الوقت يمكن ان يتسبب التوتر في الحاق خسائر جسدية بجهازك العصبية عندما تشعر بالقلق تدخل بعض الهرمونات طبعا الهرمونات هي مواد بروتينية موجودة في جسم كل انسان ووظيفتها تفرز يعني اللي تتحكم على كل شيء في جسمه من مشاعر والاحسيس والرد على حالات الكر والفرعي التوترات العصبية والقلق والخوف والسعادة والنمو والجنس والسكر في الدم وكل شيء في جسمه يتحكم هرمون مجموعة كبيرة من الهرمونات وهذه النقطة مهمة جدا فهنا نعود مرة اخرى تدخل بعض الهرمونات والمواد الكيميائية التي يفرزها جسمك الى الجهاز الحضمية هذا عندما تصاب بالتوترات حيث تتداخل مع عملية الحضم اي التمثيل الغذائي اي عملية كسر الاطعمة بعد تناول الاطعمة هي عملية طبيعية تحصل عن كسر الاطعمة حضم الاطعمة تمثيل الغذائية حيث تتداخل مع عملية الحضم لها لها تأثير سلبية على بكتيريا الامراء الامراء طبعا بكتيريا الامراء وهي الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الحضمية وتساعد للحضم طبعا هناك هناك دراسات علمية التي توصلت بان معدد الانسان تحتوي على نفس عدد خلايا جسم الانسان اي اذا الانسان بالغ يتكون من نسبة مئة تريليون خلية فواجدوا بان نفس العدد هي عدد البكتيريا في الامراء يعني من معنى مئة تريليون بكتيريا في جسم الانسان بداخل معدد الانسان وهذا العدد فيها بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة وفي فيروسات وبتالي وتقلل من انتاج الاجسام المضادة اي البكتيريا في المعدة يمكن ان تؤدي عدم التوازن الكيميائي الناتج الى عدد من حالات الجهاز الحضمية هذا تمام المقالة علمية بعنوان كيفية تهديئة معدد قلقة اتصال الدماغ والامعاء جمعية القلق والاكتئاب الامريكية والرابط سنذكر الرابط هو طبعا بالانجليزي خلال هذا مقطع الفيديو لذلك هاي نقطة مهمة جدا اي شخص كل ابينا الطبيعة ان الانسان يصاب بنوع من التوترات والقلقة وتقلبات مزاجية هذا شي طبيعي جدا كل انسان ولم يقول الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق حلوة حلوة هذا طبيعي ان اصابه الشر جزوعة وان مسحه الخير منوع يعني امتنع لا يريد يقول هذا لي لا اريد اقدم زكاة ولا اقدم صدقة ولا اريد يعني هذا ايه لي ايه لي فقط الا المصالين وهما على صلاتهم دائمون يعني الذين يتواصل بالخلق بالرحمن و يقدم زكاة ويقدم صدقة بالطرق الاساسية المعمول بها الرسمية وكذلك عمل الخير والاخلاص والتعامل الملاخلي وكل ذلك ولذلك نقطة مهمة جدا بان من الطبيعة ان كل انسان بغض النظر عن امكانية المادية او الجسدية او سلطته او كيانه او قبيلته او او دينه او عرقه او 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 اظهر انسان هو مخلوق من الطبيعة يصاب بهذه الحالات الصحية متقلبة لكن هذه ايه توترات عصبية التي تحدث الانسان عندما يمتلك قوة الايمان يسعى بقدر مستطاع بان انسان مخلص واتعمال من الاخرين بالاخلاص ويعني كل الذي من مبادئ الاساسية الانسان التي استغناها بالجميع بالانجليز استغناها باسم Universal Cosmogenic System Laser of Nature أي كل ما تعلق بالكون النظام الكوني الشامل لطبيعة قوانين المنظومة الشاملة للطبيعة لذلك عندما تصاب بأي حالة مثل هذه وهذا شيء طبيعي أحيانا الإنسان يشعر مثل المعدة تكون في نوع من بعض الألام المصاحبة نتيجة ربما بعد تناول طعام معين ويحصل التمثيل الغذائي ويشعر بهذه المشكلة الصحية أي عصب المعدة هذا ليس مرض بل هي حالة يمر بها الإنسان وكل مرتبط بالجهاز العصبية كما أشارت هذه المقالة الهلمية لذلك هذه نقطة مهمة جدا نحن عرفنا الأسباب الجذرية طيب ثانية كيف للحد من هذه المشكلة بالتطبيق بتطبيق الطب الحاكوباثي أول شي تطبيق الاستجابة السريعة أي الاستجابة العاجلة السريعة للحالات العاجلة أي بتطبيق تناول لترين من الحاكوة أي الماء ساخن لترين من الحاكوة موزة خلال ساعتين يعني كل نص نص لتر هذه للحالات العاجلة ثانية الالتزام بالشكل يومي سواء كنت صحيا أو غير صحي سواء كنت تعاني من وضع صحي أو غير لابد الالتزام بقدر مستطاع ببرنامج اليومي لتناول لتناول الحاكوة برنامج اليومي هذا مهم جدا لعملية توازن الاستدبابي أي الحفاظ على الصحة و مساعدة أو تفعيل دور الأنزيمات في كسر الأطعمة بشكل سليم والتخلص من نفايات الناتجة من الأطعمة هذه النقطة مهمة جدا جدا وكذلك هناك أساليب صحية وعلاجية أخرى للحاكوة لكن هنا نشير بأهمية التطبيق تلك التطبيقين الذكرنا قبل قليل ثلاثة كيف لدور الحاكوباثي ماذا سيفعل لماذا تطبيق الحاكوباثي الاستجابة السريعة وكذلك البرنامج يومي لأن الحاكوباثي هو المصدر الوحيد الاستثنائية الذي يوفر جسم النسان وتتغذى كل خلية وكل عضو بدءا من الدورة الدموية بحذي العناصر الأربعة الأساسية للحياة الماء الأوكسجين أو باللغة العامية الهواء النقية الحايدروجين أو باللغة العامية بخار الماء الساخن والطاقة أو باللغة العامية القوة السخونة الحرارة الحرارة مصر لطاقة القوة وبذلك هذه أربعة ناصر جعل الله سونا تعالى هي مهمة جدا للحفاظ للصحة الإنسان الملثالية بجميع الجوانب الخمسة التي ذكرنا وبتالي مجرد تطبيق الحاكوباثي يدخل في الدورة الدموية عن طريق المعدة ومن ثم الدورة الدموية تعتمن من الدرجة الأولى على مادة توفر كمية كافية من كل عنصر من تلك العناصر الأربعة لذكرنا الماء الأكسجين الهيدروجين والطاقة وهناك عدة شرح علم ذكرنا في عدة مقاطع الفيديو موجودة في قناتنا لماذا هذه الأربعة عناصر الأساسية من الحاكوباثي لها دور كبير جدا حتى في كل عضو حتى في الدورة الدموية الدم يتكون أساسا اعتمادا على هذه أربعة عناصر أساسية كوقود للحفاظ للدورة الدموية للحفاظ للصحة الدم الإنسان للحفاظ على قوة الهيدروجينية في الدم وهذا مهم جدا 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 ومن ثم هذه العناصر الأربعة تقوم الدورة الدموية بنقلها إلى كل خلية وكل عضو وهذا النقطة ثانية عند مجرد توفر هذه أربعة عناصر الأساسية في معدة الإنسان الأنزمات أيضا وهي مواد بروتينية وظيفتها كسر الأطعمة بشكل سليم لإنتاج الطاقة للخلايا وأيضا بناء الأنسجة والعضلات من خلال المواد البروتينية التي تقوم بكسرها هذه الأنزمات إلى أحماض أمينية ومن ثم كسرها مرة أخرى لإنتاج الطاقة وكذلك بناء الأنسجة والخلايا وهي نقطة مهمة جدا وبتالي الأنزمات أيضا تعتمد من الدرجة الأولى على مدى توفر كمية كافية من هذه الوقود نحن استغلناها بوقود استثنائية لجسم الإنسان وبتالي الأنزمات تحتاج كمية كافية من المياه والأكسجين والهايدروجين والطاقة لتفعيل دورها في كسر الأطعمة واستفادت من إفادة كل خلية نقلها عن طريق الدورة الدموية لتفعيل دور كل خلية وكل أضو في جسم الإنسان هذه نقطة مهمة جدا هذا جانب جانب آخر بعد اتمام هذه العملية ماذا تبقى في المعدة نفايات وهذه نفايات الأطعمة هذه نفايات سامة نفايات تحتوي على مواد السموم مواد سامة منها ثاني أكسيد الكربون وكابريتيت الكوليسترول كابريتيت الهيدروجين أفوا وغاز الميثان هي كلها سموم ناتجة من الأطعمة نفايات يجب أن لا تبقى في جسم الإنسان ولا تبقى في معدة الإنسان لأن تبدأ تسمم تؤدي لتسمم الخلايا تؤدي لتسمم الأعضاء أعضاء جسم الإنسان وبالتالي من الطبيعة الإنسان أن يقوم بالتفريغ هذه النفايات التخلص من هذه النفايات السامة عن طريق قضاء الحاجة أي عزكم الله أتبول وتبرص وتعرق والتنافس إخراج ثاني أكسيد الكربون من خلال التنافس عندما تخرج الحواء يعني تستنشق الحواء وتخرج الحواء فالإنسان يستنشق الأكسجين من الغاف جوي ويستخرج من الرئتين ثاني أكسيد الكربون إذن التخلص من هذه السموم كما أصلفنا وبالتالي جسم يعتم من الدرجة الأولى وتحديدا الأنزيمات بالتخلص من هذه النفايات السامة بحيث لا تبقى في الجسم وبالتالي وبالتالي هذه تستطيع أنك تتعامل مع أي تقلبات مزاجية أو توترات قد مر بها وهذا الشيء طبيعي جدا بس كيف تتأقلم وكيف لدور الحاكوباثي للحد من هذه الحالة الصحية حتى تتمتع بصحتك وحتى لا تؤدي إلى تفاقم الوضع والإصابة بحالة الصحية أكثر تدهورا لا قدر الله إذا لم تستطيع تتواصل إلى الأسباب الجذرية وكيف لدور الحاكوباثي وكيف تطبيق الحاكوباثي وأخيرا النقطة الأخيرة الذي سيترتب على ذلك قد ربما تشعر من النوع من الإنزعاج لكن ليس الإنزعاج لا يجب أن لا تنزعج إنما يحصل لك تفريغ على مواد سامة نفايات الأطعمة وحيانا تكون مصاحبة ببعض الألام عند قضاء الحاجة لكن بعد ذلك بعد قضاء الحاجة تشعر بيرتياحز تام بيرتياح شديد جدا براحة تامة وهذا شيء من الطبيعة بتالي أي شخص حتى لو كان شخص لا يعاني من أي وضع صحيح عندما يقوم بالتفريغ سواء بالتبول أو أو تبرز عزكم الله ويشعر